أعزائي المشاهدين نتحدث في هذه الحلقة عن شخصية بارزة من أعلام العراق الكبار كان رائداً في بجالات كثيرة كان فذاً ويعني رائداً في تجربة وليدة لم يتكن لها جذور في العراق أصلاً مع أنه كان أديباً وشاعراً ومثقفاً وكاتباً وكان رائداً في بعض هذه الجوانب في الكتابة المقالة السياسية لكن ريادته كانت في الحقل الأهم ريادته في المجال الأكاديمي حتى يمكن أن نقول أنه كان الأكاديمي الأول في العراق ذلك أنه أول عراقي درس في أول جامعة تؤسس في الدولة العثمانية بل كان الرئيس الأول لأول جامعة تؤسس في العراق نفسه يعني كان أكاديمياً رائداً لم يسبقه أحد في هذا من هو هذا؟ هو الكاتب والأكاديمي فهمي بن عبد الرحمن المدرس الذي عرف اشتهر بفهم المدرس فهمي المدرس هذا كان اكتسب لقبه هذا من لقب الأسرة التي حازته من لقب جد لها هو أحمد الحافظ كان مدرساً في إحدى المدارس القديمة في بغداد قبل ولادته بنحو قرن ونصف أو قرنين بمعنى أن الأسرة وارثت مهام التدريس والعلم جيلاً بعد جيل حتى جاء فهمي المدرس في أواخر القرن التاسع عشر بالتأكيد أنه لقي توجيهاً حسناً من أسرته حتى أنه هذه الأسرة طمحت منذ ولادته أن يكون متقفاً ويكون عالماً فأطلقت عليه اسم فهمي وهو اسم لم يكن مألوفاً بين الأسماء في عصره ولكن يمثل طموح الأسرة لأن يكون وليدها هذا ذا شأن في مجال الثقافة والعلم على أي حال درس أو وجه للدراسة على كبار علماء بغداد أمثال العلامة محمد شكر الآلوسي وعبد الرحمن القرداري وغيرهم وعبد الحق الهندي في الكرخ على كبار علماء بغداد وأتقن وهو ما زال شاباً علوم عصره في العراق في بغداد العلوم الشرعية واللغوية وأتقن اللغة التركية فضلاً عن اللغة العربية بمعنى آداب اللغة العربية ونحوها وصرفها وغير ذلك أتقن اللغة التركية إتقاناً كاملاً واللغة الفارسية كذلك واللغة الفرنسية أيضاً إتقاناً عجيباً يعني لا ندري كيف درس الفرنسية وأتقنها على هذا المستوى الرفيع فضلاً عن اللغات التي ذكرنا وأختير لكفاءته هذه ومبلغ ثقافته العالي رئيساً للقسم العربي والقسم التركي في جريدة الزوراء أول جريدة عراقية في العصر الحديث وهذا أمر حقيقة ملفت للنظر لأن من يتولى رئاسة القسم التركي في جريدة الزوراء ينبغي أن يكون أديباً يعني كاتباً بهذه اللغة فضلاً أن يكون بارعاً بلغته الأم اللغة العربية تولى رئاسة هذا القسم وتولى مهام تدريسية وتقافية أخرى حتى اختير أستاذاً في أول جامعة في الدولة العثمانية وهي دار الفنون التي أسست في إسطنبول في أربعينات القرن التاسع عشر أختير أستاذاً لتدريس آداب اللغة التركية وهذا شيء ملفت للنظر مرة أخرى كان يدرس أصول الإنشاء يعني كيف تكتب الأعمال الأدبية العالية باللغتين العربية والتركية أصول الكتابة والإنشاء ثم وطبعاً يدرس هذه المواد يعني يفترض فيه أن يكون مسيطراً تماماً على الأدب التركي القديم والأدب التركي العثماني بوجه العام وعلى علوم الفارسية وعلوم الأخرى ثم درس في كلية الإلهيات التابعة لهذه الجامعة مادة تاريخ الأدب العربي فكان يلقي المحاضرات الجيدة التي نمت عن فهم معمق لأصول الأدب العربي منذ عصر الجاهلية وحتى العصور الإسلامية بحيث جمع هذه المحاضرات فيما بعد في كتاب ظهر في مجلدين باسم تاريخ الأدب العربي والعجيب أن هذا الكتاب وهذه المحاضرات كانت تجري باللغة التركية وهذا ما أثار إعجاب الترك بالأدب العربي عرفهم بأصالة هذا الأدب وبجمالياته إلى غير ذلك ورغم استقرار حياته في الصنبول أستاذا جليلا في أشهري وجامعة أو معحد علمي لكن ميوله بدأت تبرز باتجاه القضية القومية العربية فانتمى إلى جمعية العهد أولى الجمعيات أو من أولى الجمعيات العربية في العاصمة العثمانية وهو ميل لم يرضي القائمين على الجامعة فنفي إلى جزيرة رودس لمدة سنة ثم أعيد تقديرا لكفاءته إلى نفس جامعته وظل في إسطنبول أستاذا حتى قامت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين فرغب في الانضمام إلى هذه الثورة ورغب في التعاون مع حكومة الأمير فيصل يعني بين قوسيا وفيصل الأول فيما بعد في سوريا وترك موقعه في الجامعة وذهب إلى سوريا للالتحاق بحكومة فيصل وبعد حين يعني لاح له أن أحلامه في هذه الحكومة يعني لم خابت إلى حد كبير يعني حكومة وليدة في ظروف حرب نشأت وفي غير ذلك فتركها وذهب إلى أوروبا ليطلع على التجارب الجامعية ويطلع على يعني ويحاول أن يبث الدعاية للقضية القومية هناك إسوة بجمال الدين الأفغاني وبغيره من الذين عملوا في سبيل قضايا قومية أو في قضايا الإصلاح وحينما تولى الملك فيصل أو الأمير فيصل ملوكية العراق وتأسست الدولة العراقية في عام 1921 فضل أن يأتي إلى العراق ليعمل في المشروع العلمي الثقافي الذي بدأ أو الذي كان فيصل الأول ينتوي القيام به كان فيصل الأول من محبي العلم بالتأكيد وكان يعتقد وهو على حق في هذا أنه لا تقدم من غير نهضة علمية وبالتالي كان يطمح إلى تأسيس جامعة حديثة في العراق تقود المسيرة العلمية هذه فذهب فهم المدرس إلى بغداد واتصل بالملك فيصل الأول وعينه هذا أولا بمنصب كبير أمناء البلاط وهي وظيفة تضمن لصاحبها أن يكون قريبا من الملك كان الملك يريده قريبا منه ليهيئه للمهام التي كان يرغب في أن يتولاها لكن سرعان ما أخذ الحاسدون والكاشحون يعني ينغصون عليه على فهم المدرس حياته في هذا المنصب وفي هذا الوقت بدأ فيصل الأول مشروعه بتأسيس أول جامعة باسم جامعة آل البيت ليكون مقرها في بغداد قبل ذلك كان يود إحياء المدرسة المصنصرية كأكبر جامعة في العصور الإسلامية ولكن وجد أن مبنى المدرسة المصنصرية وتقاليدها أصبحت قديمة ولا تصلح أن تكون أساسا لتدريس جامعي حديث فقرر إنشاء جامعة في ضاحية جميلة من ضواحي بغداد هي الأعظمية وتكون على نمط حديث فاختار لجنة من كبار المتقفين في بغداد آنذاك وكان من ضمن أعضائها فهم المدرس لتضع أسس هذه الجامعة الجديدة ثم تولى فهم المدرس رئاسة هذه الجامعة فكان أول رئيس لأول جامعة عراقية على الإطلاق جامعة آل البيت واختير مكانها عند المقبرة الملكية اليوم حتى أن هذه المقبرة كانت جزءا من تصميم هذه الجامعة حتى يكون ضريح الملك قرب العلم يعني تشرف بالعلم كانت مهمة فهم المدرس شاقة وصعبة منذ بدايتها كان عليه أن يؤسس جامعة من الصفر يعني دون أن تكون لها أي جذور نعم كانت هناك في بغداد مدارس ومدارس فيها علماء ولكن هذه المدارس كانت تقليدية في نمط تدريسها والعلماء كانوا يعني محافظون وتقليديون تماما في طريقة تدريسهم لم يكن ثمة يعني روح أكاديمي أو تقاليد لعمل أكاديمي كما نسميه اليوم يعني وفق الجامعات الحديثة يعني كما أن الجامعة لم يكن قد اكتمل شيء من مبانيها أصلا ثم أن هؤلاء العلماء كانوا نعم علماء كبار ولكن في مجال العلوم التقليدية يعني الشريعة واللغة وغير ذلك لكن العلوم الأخرى والحقوق نعم لأنه كانت هناك كلية حقوق قد أسست منذ أواخر العهد العثماني لكن العلوم الأخرى لم يكن تمت من يستطيع أن يدرس بها لم تكن تمت مناهج جامعية بدأ فهم المدرس يعمل بأظافره كما يقال ينشئ جامعة بدون تقاليد جامعية وبدون مقر وبدون تخصيصات مالية كافية حتى أن وزارة الأوقاف كانت هي المعنية بتأسيس الجامعة لأن الأرض التي أنشئت عليها الجامعة فيما بعد هي أرض وقف من أوقاف داود باشر في الأعظمية يعني لم يكن لها حتى أرض خاصة بها ولم يكن هناك أساتذة جامعيون أصلا بدأ عمله إذن بمشقة اختار أفضل المدرسين المعروفين في بغداد وقلنا أنهم كلهم يختصون بالعلوم الشرعية واللغوية واكتفى في المرحلة الأولى أن يبدأ بالممكن يعني بدأ بإنشاء أول قسم في هذه الجامعة وهي قسم العلوم الدينية لأن الأساتذة يتوفرون في هذا المجال على أساس أن هذا القسم يعني يكمل بالأقسام الأخرى حتى تستوي ستة كليات أو ستة أقسام كبيرة سميت أقساما ستة كليات هي تمام يعني تمثل تمام شكل وملاحق الجامعة يعني بدأ على طريقة فيصل الأول خذ وطالب ابدأ بالممكن لكن لا تنسى طموحك في أن تصل إلى حد الكمال في المراحل اللاحقة بدأت الجامعة بالعمل وانتمى إليها الطلبة وكانت شيئا مهما لأول مرة تدخل للتقاليد الجامعية الحديثة يعني طريقة التدريس على شكل حلقات في المساجد وفي المدارس الملحقة في المساجد ووفق الطريقة الإملائية القديمة أن يملي الشيخ يعني محاضرات على طلبته هذه الوسائل القديمة والآليات القديمة استبدلت في هذه الجامعة بوسائل حديثة كان فهم المدرس قد تعرف على هذه الوسائل الحديثة من خلال تدريسه في جامعة الفنون في دار الفنون في أسطنبول وبالأخص من خلال جولاته بين الجامعات الأوروبية ولكن ماذا تفعل للحاسدين وللقوى التي لم تكن تؤمن بهذه التجربة أصلا فبدأوا بمضايقته وبوضع العراقيل أمام هذه التجربة الوليدة حتى أنهم استقدموا بعثة أمريكية من أحدى الجامعات الأمريكية سميت جمعية لجنة الإصلاح التهذيبي لترتقي لتقفع تقريراً للارتقاء بمستوى التعليم في العراق فإذا بهذه اللجنة توصي بعدم جدوى إنشاء جامعة أصلاً وإنما الاكتفاء بتأسيس كلية واحدة للطب لتخريج الأطباء لعلاج المرضى وأوصت بإغلاق الجامعة طبعاً هذا كان بالتأكيد يعني وراءه مؤامرة أصلاً من أجل وأد هذه التجربة على قاعدة أن العراق لم يكن في حاجة إلى مفكرين ولا مثقفين كان في حاجة إلى موظفين وربما بعض الأطباء كان مؤامرة لوأد هذه التجربة وأخيراً وجد هؤلاء المعارضون فرصة لوأدها مستغلين ما كان يكتبه فهم المدرس من مقالات سياسية في بعض الصحف وجدوها فرصة وحجة لتبعيده إبعاده عن منصبه وإغلاق الجامعة بصفة نهائية هكذا في 32 فقد العراق أول تجربة مهمة في مجال التعليم الجامعي أو التدريس الجامعي ولم تعود إلا بعد عقدين من السنين في خمسينات القرن الماضي نعم أعيد فهم المدرس عميداً لكلية الأنشئة في الأعظمية في ذلك الوقت ولكن التجربة كانت قد انتهت وإدت تجربة الجامعة ويعني بعد حياة حافلة بالمشقة بالعمل من أجل العلم لإرساء قصص تدريس الجامعي الحديث في العراق وجد فهم المدرس نفسه منعزلاً وهو حقيقة انعزل يعني عزل نفسه بدأت الحرب العالمية الثانية ووجد أن جميع آماله قد خابت في تحقيق حلومه الرائع في تأسيس التدريس الجامعي التعليم الجامعي وعزل نفسه وانعزل في بيته ليقضي سنواته الأخيرة يعني حسيراً على الفرصة العظيمة التي فقدها وخسرها وطنه وخسرتها الأجيال الشابة من أبناء وطنه في أن تتلقى تعليماً جيداً حديثاً وفق مناهج صحيحة تواكب روح العصر تواكب روح العصر ومع ذلك يعني كتب وانصرف إلى إعداد ما كان قد كتبه منذ تدريسه في الجامعة العثمانية فكان شيئاً مهماً من الكتب النافعة والأصيلة يعني منها تاريخ الأدب العربي في بجلدين هذا كان قد أعده وأصدره باللغة التركية من قبل ولكن ألف كتباً مهمة يعني في التاريخ وفي القانون يعني ألف كذا في تاريخ الديانة الزرادشتية كان ربما أول كتاب يرحث في هذا الموضوع من مؤلفاته أيضاً كتابه فلسفة المواريث في الإسلام على نمط حديث يعني ليختلف عن ما ألف في هذا في كتب الفقه التقليدية كتب عن حكمة التشريع الإسلامي كتاباً وكتب مقالات كثيرة كان يكتب يعني إصلاحية حتى أن بعضهم بعض الباحثين في سبعينات القرن الماضي جمع شيئاً من هذه المقالات فاستوت كتاباً مستقلاً وثميناً بعض هذه المقالات فتصوروا لو جمعت كافة مقالاته لشكلت إرثاً يعني ثميناً في مجال كتابة المقالة السياسية والمقالة التقافية في العراق كان رائداً في هذا الفن ومدرسة تعلم عليها كثير من كتاب المقالة فيما بعد كان وطنياً كان متقفاً عمل في فترة الأربعينات كتب أيضاً مقالات كثيرة عن قضية فلسطين كتب عن قضايا الإصلاح كتب مهاجماً القوى الرجعية حقيقة التي أرادت وأدى التجربة الجامعية كانت كل حياته نضالاً وجهاداً في سبيل العلم والقضية الوطنية لأنه لم يكن يرى فاصلاً بين هذه القضية الوطنية والقضية العلمية وهذا هو شأن صحيح واتجاه سليم بعد كل هذه الحياة الحافلة توفي فهم المدرس حسيراً منعزلاً وحيداً في داره في عام 1944 ترك صحيح أنه مات يعني منكسر النفس على الخسارة التي ضيعها وطنه في هذا المجال ولكنه كان قد أنبت النواة على أقل فكرة التدريس الجامعي في العراق لأن هذه الفكرة ستستمر أو ستحيا مرة أخرى في خمسينات يعني بعد عشرين أو ربع قرن لتكون جامعة بغداد إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة